تتجدد مواقف جماعة الحوثي لتصبح أكثر حدية تجاه العديد من القضايا والمواقف في اليمن وخارجه وذلك في تصريحات مشتعلة لقيادات الجماعة مؤخرا بعدة مناسبات بدت لهجتها أكثر جرأة وكأنها تتحسس وتستشعر تطورات قادمة يخرج وزير الدفاع في حكومة الحوثيين بصنعا رافعا صوته قائلا إنهم يعيشون مرحلة حرب مفتوحة وحساسة وطويلة الأمل وإنهم يضعون كل احتمالات المواجهة في عين الاعتبار تصريحات الوزير العاطفي ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما هدد بمفاجآت ستثلج الصدور وبخارطة إجراءات جديدة وتدابير عسكرية ومرارة حقيقية لكن لمن يوجه الوزير هذه التهديدات؟ بالعودة للتصريحات فقد كان من الواضح أن حديث العاطفي موجه للعدو الإسرائيلي أولا ولمن وصفهم بالجيرة الإقليمية ثانيا وأفصح عنهم أكثر بوصفهم بالممالك والأنظمة التي قال إن المعركة معهم إذا انطلقت ستصيبهم وتقضي على طموحاتهم وهي إشارة إلى كل من السعودية والإمارات ولكن ما المسببات وما المطالب؟ وفقا لتصريحات العاطفي فقد دعا الأطراف الخارجية لترك اليمن وشأنه وجدولة الانسحاب من الأرض والجزر وعدم اختبار صبر الجماعة والاتزام بالخطوط الحمراء بشأن التدخل في اليمن هذا الموقف الحاد تجسد أيضا في كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط الذي حذر في وقت سابق من مغبة ما وصفها بالحسابات الخاطئة مهددا بانتزاع الحقوق بالقوة وامتلاك جماعته أسباب الردع المناسب ومطالبا بالانسحاب الكامل لجميع القوى الأجنبية من اليمن ذات التهديدات والتمسك بخيار القوة وردت أيضا في تصريحات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الذي أكد على أهمية امتلاك الجماعة للسلاح لمواجهة محتلية اليمن مطالبا أيضا بطردهم من كل البلاد هي إذن حالة من التصعيد الواضح في توقيت بالغ الأهمية تستبق أحداثا كثيرة وتلوح بمواجهة جديدة ولا تخفي مطالبها لكنها أيضا تعكس حالة الاحتقان والانسداد وتضع الخيارات مفتوحة أمام مختلف الاحتمالات